واستضامهم بقطار بضائع بالبحيرة حيث يتابع المهندس شريف إسماعيل ودكتور هشام عرفات وزير النقل حدث انفصال عربتين من قطار ركاب واستضامهم بقطار بضائع في البحيرة ما أسفر عن وقوع نحو 12 حالة وفاة وعدد من المصابين الحقيقة أنه هناك أكثر من يعني بيان لحالات الوفاة وطبعا ما ذكرته لحضراتكم أنه ده أتى على هامش اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حاليا بمقر مجلس الوزراء لكني أعتقد أيضا أنه